السلام عليكم واشراكم لي بس غاية الحمد لله انا راني بخير وانتو ما شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويقعكم هيد الفيديو بخير وصحة وعيفة يا رب العالمين هنا كما شفتو راني راح نطيب الرب لما انو حبست سكرية ما نشنا كلهم يعني حطيت في بلاستو المرباء تاعتمر هنا راني راح نطيب كونتيتي مليحة ونخبيها في الثلاجة ونولي يعني نحطها في بلاستو السكر وليوندير سكر في القهوة ناكل المرباء تاعتمر اللي هو الطبيعي هنا كما شفتو بعد ما طيبتو هنا راني كنت حطيتو في الكسكيس باش يبرد شوية ونبعد باش نعصره في قطعات تعقميش باش ما يحرق ليش يدية وهنا بعد ما طيبتو وكملتو اه حطيتو في اللي اللي نعمر فيه في البلارات هاذو بتاع الزيج وهنا بعد ما كملتها اذكر المرباء تاعي تاع التمر رحت باش النقي نخسل الخضرات تاعي اللي كان جيبها راجلي اه مقبيلة هكي ما شفتو انا يا نحب النقي الباطع طاعة ما نحبش نخليها معمرها بالطراب ونبعد كينجي ان نسحقها باش نطيب ما ما تكونش فيها ترابيتو اه نقولكم يعطيكم الصحة المشتركين جدد لي دخلوا القناة ونقولهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة وربي يحفظكم وربي ما يحرمناش مطل الله اتاحكم ان شاء الله يا رب العالمين اه خوتي ما تنساوش بارطا جيولي فيديو تاعي مع احبابكم وصحابكم ولزامي تاعكم والناس اللي تعرفوهم اه يعطيكم الصحة ونقولكم كتر خيركم ان شاء الله يا رب العالمين اهنا كي ما شفتو انا نحب نخسل الخضرات كي نجيبها ما لازمش نحطها في الثلاجة مباشرة حتى نخسلها وننشفها ونديلها نديرها في اللي قابي هادوك اللي كنت شاركت معاكم الفيديو اللي قبل اللي شافوا الفيديو قبل شافوني نهار شريتهم ووريتهم بلكم اهنا كي ما شفتو اخسلت الخضرات تاعي ونشفتها هنا حطيتها في اللي قورباك وهنا جيت نحضر معاكم اه الحوت اه سردين اراح ندير معاكم واحد الوصفة تتبيلة راه يعه بزيف بزيف تتبيلة بنينة وسهلة وكيف طيب تعطي واحد الريحة واحد النكهة وما شاء الله ما شاء الله دائما كي ما عودتكم نجيب لكم غير الحاجة لمليحة السهلة ولي تقدرو عليها اللي نقولكم لي ما راش مشتارك في القناة يشتارك فضلا وليس امرا هنا كي ما شفتو انا يا ريحت الحوت تسرعني في يديا ماذا بيا الحوت والحم كمين ما نخسلهم شو بيديا نديل ليقا اه نحب نديل ليقا كي نخسلهم نقولكم خوتي ما تبخلوش عليها بالجيم ولي ما راش مشتارك في القناة يشتارك كي ما قلتكم فضلا وليس امرا ويفعل زر الجرس يعني ما راكم راح ينتخسرو والو كي تديرولي اشتراك نشكركم بزيف بزيف على العدد اللي وصلت له تا المشتري كي نقولكم ربي جازيكم كل خير ان شاء الله وهنا نبداو مباشرة في الوصفة هنا شوفو عندي التوم عندي فلفل حلو عندي مع الدنوس وعندي طماطم هنا راح نرحي كابل هاد المكونات امع بعض في الاشوار هاد التتبيلة تجي رائعة بزيف 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 جربوا ديروا فلفل حلو في التتبيلة تعالحوت ورزعوا لي بالخضرش حلو تجي شابة بالنسبة للتوابير راح ندير بملح عفوان فلفل لكحل زنجبيل كمون وملح وفلفل احمر مرحي حار وفلفل احمر مرحي حلو هنا بعد ما بحنت كامل المكونات شوفو اللون تيحون كيفاش يجي وهنايا راح نحاول ان نتبه للحوت التاعي بهذوك التوابير اللي كنت حطيتهم مع الخضراء ورحيتهم هكذا هنا كما شفتو ونعمر الحوت من الداخل بالتتبيلة هذيك بالنسبة للقارس راح نديرو في الاخير مش راح نديرو ضرق وهنا حطيت كما شفتو رشة تعزيت في الورقة في المقلات وحطيتو في المقلات يجي وصفة رائعة 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 بزيف صراحة بنينة تشاهي كما عودتكم دايما نجيب لكم الحاجة المليحة وانه هنا بعد ما كملت وحطيتو في المقلات راح نحط عليه الطرنش تاع القارس يعني راح نحطهم هكذا ملفوك كما راكم تشوفو نحطهم في القلايا الكهربائية على عشرين دقيقة وهنا هذا هو الشكل النهائي تاع السردينة يعني جي رائع بزيف نتمنى انكم تجربوا الوصفة هذي ويعني ان شاء الله ما غادش تقولوا تستغنوا عليها الوصفة هذي انا راحي عندي ادمان صراحة ما رانيش نستغنى عليها دايما كين نشروا سردين نطيبوا على الطريقة هذي جي بزيف ابنين وفي الاخر هنا مبقى لغا نقولكم اتحال الله في رواحكم الى فيديو جديد دمتم في رعاية الله وحفظه السلام